كثير قالوا لي على طريقة لحام البلاستيك بالأمير وبودرة كربونات السوديوم قوية وكنت بشوف فيديوهات لها كثير على نت في حبيتك الرابعة وانا انتقربت لكم جبت كرسي مكسورة عندي وجبت صباع أمير والكربونات السوديوم بدأت حط البودرة وانزل نقطة أمير وفي ثانية البودرة بتنشف جداً وبتتصلب وأكرر كذا مرة عشان يتكون على الكسر وتكون كافية انها تلحم وتمسك فيه ومع اول اختبار لمتانة اللحام للأسف فكت وطقت من مكانها هي صلبة آه بس للأسف مش بتمسك في الكسر الطريقة التانية بقى اللي انا متباحة للحام البلاستيك الخفيف وبتكون امتن واقوى وهنشوف نتيجة متاندة في اخر الفيديو بجيب مكوة اللحام وبفك السن بتاعها وبحط مصمورة مسامير دباسة وفرتها وبالمكو بدأت احط الدبوس والمكو عليه وابدأ انزل والسخونية بتخلي الدبوس ينزل ويمسك في البلاستيك بدأت اكرر كزا مرة على كل الكسر عشان يديله متانة وصلابة وانت بتنزل بالمكوة على الدبوس هتنزل بالراعة عشان البلاستيك لو خفيف ما يعدش من الناحية التانية جيت برضو الناحية التانية ولحمت الدبوسين في الكسر اختبارت اللحام ومتانته زي ما انتو شايفين الكورس لحم كويس قوي ومتين جدا ومفكش اللحام بتاعه لو عندك طريقة تانية للحام البلاستيك الخفيف يريد تقولها في كوماني شكرا